هناك بعض التلخيصات لهذه التسريبات وأبرز طبعا ما جاء فيها خاصة أن الحديث كان طويلا يعني امتد ربما لثلاث ساعات فحديث مسرب لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف شمل في أكثر من مقطع من طبعا كلمات غير قابل للنشر هذا ما كان يقوله ويؤكد عليه حقائق تدور في أروقة صناع القرار الإيراني واليد التي تعلوهم أحيانا إذ وصف الهجوم على السفارة السعودية على القنصلية السعودية بالخيانة مضيفا أن ثمة نظاما إقليميا مختلفا يحكم المنطقة على حد تعبيره وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن الإرادة الروسية بالقضاء على الاتفاق النووي بدأت قبل توقيعه وتجاوزت وزارة الخارجية الإيرانية لافتا إلى أن مجموعة من الأحداث المتسلسلة بينها الهجوم على السفارة السعودية والاستيلاء على سفينتين أمريكيتين كانت جزءا من المحاولات الروسية وسبقهما بحسب ظريف زيارة قاسم سليماني إلى موسكو هذه الزيارة التي تمت الموافقة عليها بعد توقيع الاتفاق النووي رغم أن سليماني طلبها نهاية عام 2014 لإقناع بوتين بالتدخل بجدية أكثر في سوريا وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن روسيا حاولت إلى أقصى الحد في الأسبوع الأخير حاولت أن لا يرى الاتفاق النووي النور بأي حال من الأحوال ويتبين ذلك من غياب وزير الخارجية الروسي من الصورة الجماعية للتوقيع على الاتفاق ولفت إلى قيام روسيا بضرب الاتفاق بخصوص التخصيب وذلك بعد تأكيد إيران التخصيب فينا تنز لتشغيل مفاعل بوشهر ولنيلها موافقة الأمريكيين وحينها أعلنت موسكو بأنها من يؤمن الوقود لبوشهر بشكل دائم على حد قول ظريف أما فيما يخص سفراء إيران فأكد ظريف أن سفراءهم في المنطقة جميعهم من ذوي الخلفيات الأمنية لطغيان المسائل الأمنية على جداول الأعمال